اشتركوا في القناة اشكر جميع الاخوة اللي علقوا في حلقة الامس على كلامهم الطيب ودعمهم واليوم رح نحكي عن موضوعين وعلما ان الموضوعين هذولا بحاجة لوقت طويل للكلام ولكن رح احاول اني انا اختصر قدر الامكان الموضوع الاول هو علم الاسماء والارقام والتحليل الفلكي وتدخيلها بالفلك والحضوض والاشياء هاي والموضوع الثاني هو موضوع التاروه او التارود وهل هو صحيح ولا مش صحيح وشو رأيي فيه او شو رأيي العلم فيه بلا شو رأيي انا لانه اذا بدي رأيي معناته رح اسوي الكوارث بالحكي تاعي وراح افتعها حالي هجوم كبير ولا احكي لكم رح نحكي وخليها تفتح جبهة من اللي بده يحكي يحكي بعدها بالنسبة لعلم الحرف والرقم هذا علم قديم جدا ولكن للأسف الشديد انه هاي العلوم تم تجهيل الناس فيها بمواضيع طبعا احنا ما ندخل فيها هو حرام وشعوذي ودجال والامور هاي فالناس شوي شوي عزفت عن هذه العلوم حتى اصبح هذا العلم من العلوم الناذرة جدا طبعا هو بتفرع هو كاساس علم لكل العلوم ولكنه بتفرع لعلوم كثير منها علوم الزيارجة منها علوم الاوفاق علم الحرف والرقم بعدها احنا لجأنا لكتب الغرب الاغلب يعني من اللي بيحكوا في هذا الموضوع لجأوا لكتب الغرب لعلم اسمه النومورولوجي هو علم الرقم فاخذوا هذا العلم وحرفوا طبعا علمنا احنا العربي اخذوا ترجموا وحرفوا واستفادوا هم منه واشتغلوا عليه بعدين احنا اخذنا علمهم رجعنا واخذنا ترجماتهم وتحريفهم واشتغلنا عليها وصرنا احنا نحلل عليها عشان احنا نوضح بالبداية شو تاريخ العلم وبعدين ندخل احنا على العلم فاللي بدو يعرف هذا العلم او بدو يعرف عن هذا العلم هذا العلم الو علاقة بترتيب الاحرف اللي هو ابجد هوز حطي كلامن مش اللي هو الترتيب اللغة اللي احنا درسناه في المدارس اللي هو الف باتا ثاجيم وكل حرف الو رقم والرقم هذا الو دلالة واتصال بكوكب معين والكوكب هذا يا بعطيه سعودي يا بعطيه نحوسي عشان هيك كانوا قديم يحكوا ما قوله بعدين نسبوها انها حديث بعدين ظهر انه في حديث بعدين ضعفوا الحديث بعدين بهدلوا الدنيا في الحديث ولكن هي على حسب ما انا اذكر هي وانتقوا لابنائكم اسماءهم فان لهم نصيب منها فكان هذا دلالة على انه انتقاء الاسماء باحرف معينة بارتباطها بارقام معينة تعطي نحوسي للمولود على حسب برجه يعني ممكن اسم سعيد يكون مناسب لبرج الثور ولكن مش مناسب لبرج الاسد يعني مناسب للابراج النارية للترابية مثلا او للنارية ولكن بالعكس صحيح فانتقاء الاسماء لها علم خاص فيها عملية الحساب النمرولوجي هاي بتيجي على اما جمع الاسماء وتحويلها لا احرف بعدين جمع الاحرف هاي او الارقام مع بعض حتى يخرج معنا في النهاية حرف عشري يعني من خان وحده وينسب بعدها للكوكب اللي بيطلع من مجموعة الرقم هاد قديما كان يسمى بالجفر الصغير والجفر الكبير نوعين من الحساب ودخلوا بعض الناس قالوا لا انه هذا بعطيك الرقم الروحاني اللي خاص في طاقة الروح اللي اليك مش عارف ايش هذا طبعا كله خزعبلات ما له اي علاقة كل هذا الكلام خزعبلات ما له اي علاقة بالصحة ولا من يريب ولا من بعيد هذا رقم بدل على كوكب بعطي صفة معينة هذا الاسم شو بعطيك يا بمنحك قوة يا بمنحك ضعف نيجي على علم الرقم نفسه علم الرقم نفسه هو تاريخ ميلادك نفسه تجمعه انت كله مع بعض يعني مثلا لنفترض انه تاريخ ميلادك انت واحد وعشرين اثنين سبعين الف وتسعمائة وسبعين تجمع واحد زاد اثنين زاد الرقم اللي بعدي واللي بعدي وحتى تصل لسبعة وزاد تسعة زاد واحد بيطلع معك مجموعة ارقام تجمعهن برضو نفسهن مثلا طلع اللي نفترض عندك اربع وثلاثين او اربع وسبعين او اثنين وسبعين تجمع اثنين زائد سبعة بيطلع تسعة معناته رقم تسعة هو ناتج ارقامك يسمى هذا رقم حظك فهو مجموعة ارقامك مجموع الرقم تبعك او العدد لتاريخ ميلادك بعطيك في النهاية رقم الرقم ممكن يكون من خانتين او ثلاث خانات بترجع بتجمعهم مع بعض ليصفي عندك انت خانة وحدة فهذا الرقم اللي بدل على هذا على الكوكب والكوكب هذا بعطيك صفات وبعطيك نحوسة وبعطيك طاقة مثلا منيجي احنا نحكي السنة هاي اللي هي 2020 فيش غير رقمين اللي هي 20 و20 نجمعهم مع بعض بصيروا 40 منشيل الصفر لانه دائما الصفر بنشال عشان نرجعها لخانة وحدة بصير عندنا رقم اربعة فبنيجي بنحكي رقم اربعة مرتبط باورانوس كوكب الو علاقة في برج الدلو اورانوس وميزات والانقلابات والثورات والواواوا الى ما لنهاية بدناش ندخل احنا بتفاصيل الكواكب احنا بنشرح باختصار وكل الاشخاص اللي عندهم بداية تاريخهم اثنين وعشرين او اربعة الشهر او مجموع ارقامهم بطلع اربعة هدولا الناس بكونوا محظوظين السنة هاي لانه ارقامهم اورانوس تتفق مع اورانوس نقطة الاحرف حكينا عنها بتكون ترجعوا موجودة على الانترنت كثير يعني مشروحة اللي هي اكتب انت حسابات ابجد هوس او الجفر الصغير بطلع لك قائمة بالاحرف والارقام قديش كل حرف قديش عدده مثلا الالف واحد دال اربعة الها واحد الميم اربعين بتشيل الصفر بتصفي اربعة السين ستين بنشيل الصفر بتصفي ستة يعني هذا هو ميزانها وان شاء الله في الايام القادمة احنا رح نعمل حلقات يعني فقرات زي هيك ما بتكفي لشرح علم كامل ولكن احنا مننبه انه معظم الاشخاص اللي بيحسبوا بيحسبوا غلط وبحكوا غلط يعني بخلطوا العلوم الغربية محل الشرقية محل المش عارف ايش وبتطلع يعني انت لما تيجي ترتب الاحرف الاجنبية غير عن ترتيب الاحرف العربية الاحرف الاجنبية مثلا فيها حروف مش موجودة باللغة العربية مثلا في الج يعني هاي مش موجودة باللغة العربي بس هاي حرف إلها طريقة حساب وهاي إلها طريقة حساب ولكن هل يلتقوا في المعنى هذه إلها قصة كبيرة بنشرحها بعدين الموضوع الثاني هو موضوع التارو او التاروت ايش رأيك سعيد انه هذا التاروت صحيح منقول انه هو فن مش علم فن اسمه فن التاروت او فن التارو هذا العلم كان بالقديم محصور على فئة معينة هم يبنون لانه كان محرم عليهم الاشياء هاي فكانوا عملوا اللي هي رموز هاي وكل واحد بيحللها بطريقة معينة او بطريقته حسب ما بفهم من الرسم هاي بعدين اجتهدوا عليها ضافوا عليها انه كل كارت الو علاقة بكوكب معين بعدين اجتهدوا عليها وحكوا انه لا كل كارت الو بكوكب وإلو ببرج وبعديها اجينا للخبايص في الوطن العربي اللي طلعوا كلهم وصاروا يحكوا في اشياء انه انا في علم التاروت طبعا انا لو في كامرة كان ورجيتكو اكم شد التاروت عندي وورجيتكو اشياء يعني مستحيل تتخيل انه هاي موجودة في الواقع يعني اشياء يمكن شفتها انت في الاساطير ولكن انه هذا العلم او هذا الفن بديش اسمي علم لازم انت كشخص تكون امام الشخص اللي بده يلعب بالورق او بده يفتح لك بالورق او بده يكشف لك بالورق عشان طاقتك انت تفتح الكارت هاد وهو بفنه يعرف يحلل الرموز هاي على حسب ما بيقدر يوصل من طاقتك للكارت لطاقته هو اما موضوع اني انا اجي على شاشة الكمبيوتر وافتح للكرة الارضية لبرج كامل لكل اطياف البرج انا مين وطاقت هادولا كيف اجتني وكيف اختارت الكروت وانا اللي مختار الكارت وانا برجي غير يختلف تماما وما الوا علاقة في الاشي اللي هم بيشتغلوه فمن هون بنحكي هاي هي الخبايص او التخبيص اللي يدخل على هذا العلم صاروا كل واحد يمسك الكارت طبعا هو بترجم او بسمع معلومات عن الفلك ولكن عشان ما يحكيش فلك عشان يطلع باشي مميز عشان تروع عليه انت او تقول له افتح لي على جنب او استشارة جانبية اللي يوخذ منك هو مثلا 100 دولار او 50 دولار او 200 دولار وفي اسعار اغلى من هيك طبعا على حسب شهرته نزل المي واصل وبغض النظر اذا بدو يعمل طبعا البريستيج تبع التاروت لازم يصير غجري ويلبس سنسال في رقبته وحجري كبير او طوق قديم من هدولا اللي بنباع عن تبعين الاثريات سعره دولار واثنين دولار وثلاث دولار وبدو ينقش شعراته هيك شوي ويربي اللحية او تربي شعرها زي الغجريات لانه هي فاتحة بتشتغل بالتاروت صارت غجرية يعني اصلها رجع للاصل القديم فهذا كل ياته خطأ كل ياته ما له اي علاقة بعلم الفلك وهذا حساباته مغلوطة خاطئة تماما يعني انا لو واحد يحكي معي تليفون مثلا يقول لي بالله انا بدي ياك انت تشوف لي بالتاروت انا بزبط معي هيك بقول له ما بزبط كل الكلام اللي انت بتحكيه واللي انا راح احكيه ما راح يكون صحيح لانه لازم انت اللي تكون جبالي وانت اللي تسحب كرتك بايدك وانت اللي تحطه قدامي وانا علي اترجم لك ايش انت سحبت فما الو علاقة اني انا اسحب عنك ولا بنيتك ولا طاقتك اجتني ولا انا ارسلتلك طاقتك عشان طاقتك تجيني عشان نلتحم بالطاقة عشان يطلع معنا طاقة عشان نفتح الطاقة عشان يطلع معنا طاقة وتجينا الطاقة عشان احنا نقول لك الطاقة وطاق طاق طاقية هيك منكون جوابنا وانتهينا من هالسؤالين وان شاء الله في الايام القادمة راح نشرح اشياء اكثر ورح نشرح حتى عن العلوم هاي يعني راح اشرحلكو عنها وعطيكو اساسياتها واللي حاب انه يتبحر فيها ويبحر فيها شأنه حوى حر ولكن انا العلم اللي فيه فائدة بحكي لك فيه فائدة العلم اللي ما فيه فائدة بحكي لك ما فيه فائدة علم الحرف والرقم علم فيه فائدة ممتاز جدا وبنصح الكل انه يطلع عليه لانه بيفيد الكل حتى في تحليل الشخصيات واما علم التارود او التارو عشان ما حدش يجي حكي لي حكيته غلط لا حكيت الكياب اللغتين ما بنصحك فيه نهائيا إلا إذا أنت بس مجرد أن يصير عندك معلومات أو إما تعتمد عليه كعلم أنه يعطيك شيء غيبي أو مستقبلي هذا كلام فاضي وخلينا ندخل على الكلام الملان ونفكنا من الكلام الفاضي رح نحكي اليوم عن توقعاتنا والقمر وين صار عندنا طبعا اليوم القمر في برج الميزان في منزلة الغفر المنزلة هاي هي منزلة للكنوز للغلبة للمنعة والدفاع عن النفس للتفريق طبعا ما بنحكي التفريق بين الأزواج في ناس بيستغلوها للسحر ولكن احنا بنحكي للتفريق بين أي مشكلة حتى لو تفرق بين اثنين بيعملوا مشاكل مع بعض أو تفك نزاع ما بين الناس برضو هي للمشاكل وهي للنفي يعني إخراج شخص من مكان أو من سكن أو حتى قرار نفي شخص من بلد لبلد بالنسبة للقمر في برج الميزان الآن استقر أنه انتهى خلو المسار تقريبا الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة قبل ساعات يعني بتوقيت جرينيش فاستقر في الميزان القمر لما بصير في الميزان تأثيره علينا كلنا احنا بتصير فترة عاطفية تصلح لعملية تعزيز العلاقات العاطفية أو الصلح بين الأحباء المتخاصمين أو دفع العلاقة العاطفية درجي بالاتجاه الصحيح تحسين العلاقات الزوجية اللي نالها بعض التوتر منكون في هاي الفترة اجتماعيين أكثر ومن مين للإسترخاء منلاقي إنه الغرام صار متنفس عند كل العشاق في هاي الفترة ولكن المشكلة في وجود القمر في الميزان إنها بتزيد عنا الغيرة وممكن علاقة صغيرة أو مبتدئة للسماء استقرت إنها توصل لمرحلة إنه يصير فراق ما بينهم من وراء الغيرة في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية منقدر إنه نبدأ بمشروع مشترك برضو مناسبة جدا لإقامة الحفلات إعادة تزيين البيوت أو المكاتب واقتناء حاجيات جميلة حكينا إنه القمر استقر في الميزان الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني قبل الحلقة تقريبا بساعتين إلا ربع كان دخل الميزان واستقر فيه أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل في زاوية حدثنا عنها بالأمس اليوم برضو رح نحكي عنها لأنها هي زاوية مع كواكب رح تكون بطيئة شوي فتأثيرها رح يكون قرابة الأسبوع أو العشر أيام وهي موجودة زاوية تسديس بين الزهرة وأورانوس رح تكون الساعة 11 و 17 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بعد منتصف الليل بساعة ونص هاي الزاوية بتهيئ الفرص لبدء علاقة غرامية بصورة مفاجئة جدا وبنصير ننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد على المستوى الدولي أو على مستوى الدول منلاقي أنه بهاي الفترة المؤسسات المالية أو البنوك بتعرف نوع من الارتفاع المفاجئ في الدخل أو في الأسهم وبتحقق الأسواق المالية شوي من الارتفاع خصوصا اللي بيشتغلوا فيه أي سلعة تباع وتشترى زي الذهب والماس والنفط والعملة زاوية تسديس بعدها رح تصير زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمريخ رح تكون الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتصير فيه فرصة إنك تحصل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا بشكل أكثر وأكبر وفي زاوية رح تتشكل برضو الصبح اللي فترة الصباح اللي قبل الظهر يعني الساعة ثمانية وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية زاوية تربيع سلوية بين القمر والمشتري هاي الزاوية بتحكينا نلازم تنتبهوا وتديروا بالكوا من أي شخص ممكن يحاول استغلال طيبتكوا وكرمكوا رح يصير في عنا برضو انتقال لكوكب عطارد الساعة ستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد حلقة بكرة فرح نحكي عنه اليوم ورح نحكي عنه بكرة انتقال عطارد من الجدي للدلو رح يكون في حركة أمامية ما في أي تراجع في الفترة القادمة إلى الكوكب ورح يستمر تواجدوا لغاية ساعات ظهر يوم ثلاثة اثنين خلال الفترة المذكورة بشعروا موليد برج الدلو بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والقدرة على إقناع الغير بآراءهم ووجهة نظرهم وبنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بيستفيد معهم طبعا هي مش للدلو هي لكل الأبراج ولكن كل برج بيستفيد على على إشيء على جانب معين رح نحكي عنه بيستفيد مع أصحاب برج الدلو الأبراج الهوائية والأبراج النارية يعني الجوزاء الميزان والحمل والأسد والقوس كمان كل شخص لما انولد كان كوكب عطارد موجود في برج الدلو طب إيش تأثير هذا الانتقال على جميع الأبراج خلينا نشوف برج الحمل بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء برج الثور أفكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل برج الجوزاء بنشطوا في السفر والاتصالات اللي بعيدة وبيستفيدوا اللي بديوا الدرسوا أو عندهم امتحانات في دراستهم وفي امتحاناتهم لأنه بكون فكرهم بأعلى طاقاته وهو كوكبهم برج السرطان تنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة وبلايوا حلول إلها برج الأسد بتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء شركاء عمل وشركاء عاطفة وبصلوا للنتائج ولحلول بتكون مرضية برج العذراء بفيدهم في أفكارهم مع الزملاء في العمل للتخطيط أو لمشاريع معينة أو لنهضة في العمل هاي بتحقق له مردود لها صاحب برج العذراء الميزان بيمارسوا بهذه الفترة نشطات أدبية وممكن يرجعوا لمقاعد الدراسة وممكن يهتموا في القراءة أو المطالعة وحتى إنهم بوصلوا لمرحلة الاهتمام بأولادهم في الدراسة أو حثهم على الدراسة برج العقرب بنصب أفكارهم حول شؤون عقارية وبيتية وعائلية وممكن إنه يتم إما النقل أو الشراء أو الترحل برج القوس بيستفيدوا طلاب الابتدائي والثانوي من الدراسة والمطالعة وممارسة أي هواية بتخطر على بالهم وبعض موليد برج القوس ممكن يشتري سيارة برج الجدي بتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال برج الدلو قوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بأراءهم بتكون بأوجهة وعالية جدا وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات يعني في كثير من موليد برج الدلو رح يفتح لهم أبواب السفر بشكل واسع جدا خلال الفترة القادمة برج الحوت بيزيد اهتمامهم بالأمور الغيبية والغيبيات والعلم الفلك مثلا أي علم غيبي أي شيء لعلاقة بالماورائيات حتى بالأموات حتى بتفسير الأحلام حتى أحلامهم بتزيد بالفترة القادمة طبعا خلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في الميزان فرح يكون خلو المسار القادم يوم 17-1 بيبدأ الساعة 12-58 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بيستمر حتى تمام الساعة 6-19 دقيقة بتوقيت جرينيش مساء بالنسبة 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 في الميزان زحل زحل في الجدي حتى 11-5 المزاج سعيد أوران لما بيكون في الميزان وهاي الفترة عادة عادة ما بيكون المكان مناسب لهم وما بيدل وجوده على التفاهم هدوء أو ود بالعكس يعني بيضغطهم في هذه المسائل بتتعقد الأمور وبترق بعض البلبلة بدك تعالج الالتباسات وأي سوء تفاهم بيصير معك حاول أنك تكون موضوعي وتعالج هاي الأمور بموضوعية أنت بطاقة ضعيفة جدا في الفترة هاي بتكون بدك تدير بالك من أي نزاع لأنه ممكن يوصل لمرحلة القطيعة وممكن يصير في نوع من أنواع الدعاوى القانونية إذا طورت الأمور لمشاكل أكبر وبدك تدير بالك أنه أي خصم بنوجد في هاي الفترة هو خصم أقوى منك وممكن العرقيل هاي تستفزك عشان تورط في مشاكل مع هذا الخصم القوي برج الثور بتراكم العمل عندكم لكن بتجدوا تعاون من الزملاء مارسوا أي نشاط بدني عشان تحفظوا على لايقتكم وصحتكم أهم إيش أنه تدير بالك لأنه أساس وجود القمر في بيتك السادس يعني بيت الصحة بدك تراعي صحتك وما ترهق حالك الزيادة عن اللزوم بتتزامن الواجبات وبتصعب عليك الأمور أكثر في خلال هذه الفترة ممكن تضطر للعمل أوقات إضافية أو مدة أطول بدك يتدير بالك من المشاكل الصحية برج الجوزاء يعني أنتم الآن وصل للقمر للبيت الخامس لألك وبيت العاطفي والحب في خلال هذا اليوم بتشتد رغبتكم التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تتفقوا لمقابلة أو للخروج أو لتطوير مرحلة الحب لدرجة أعلى ارتباط أو خطبة بتفيدك الاتصالات واللقاءات في هذا اليوم بدك تلطف الأجواء حاول أنك تكون بطبيعتك مرح وبدك ترجع العلاقات لطبيعتها ممكن إذا أنت متخاصم مع الحبيب ممكن تصالح في خلال هذا اليوم لأنه راح تنال أي إشي أنت بترغب فيه وممكن تنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل أي مشكلة عالقة أو مسألة عالقة عندك كان مستحيل أنك تحلها في الفترات الماضية هاي الفترة بنحكي فترة إيجابية بكل مستوياتها برج السرطان القمر الآن في بيتك الرابع يعني بيت البيت بيت العائلة تحتل الأمور البيتية والعائلية هي يعني القسط الأكبر من تفكيركم تقدروا في هاي الفترة تعملوا تفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة أو تعزيز العلاقة معهم أو المصالحة مع بعض أفراد العائلة إذا كان في خصوم ما بينك بينهم ولكن بدك تتجنب التوبيخ وبدك تتجنب الصوت العالي والعصبية خصوصا لما تكون تتخاطب مع أحبائك وما تلومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي الحقوق تاعتك وحقوق غيرك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وإقناع الناس في وجهة نظركوا أو برأيكوا اللي عنده امتحان رح يبدع فيه النتائج رح تكون مرضية للكل ولكن بدك تدير بالك إنه بالفترة هاي ممكن يصير أي مشكلة طارئة بينك وبين أخ أو بينك وبين جيرانك وبتكثر نشاطاتك على حسب على حسب بحقوق بحقوقك أو بأشياءك بصراحة أهم إنك ما تتردد بالتحرك خلال فترة هذا النهار برج برج العذراء الممكن تجيكو هي رح تجيكو إما عن طريق بيع شيء موجود عندكم أو تيجي عن طريق عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أهم إشي ما تتهرب من تقديم المساعدة لأي شخص بطلب منك المساعدة وكمان ما تبالغ بمصاريفك يعني بدك تكون معتدل وموضوعي حتى في النقاش والمساومة يعني الأمور المالية أو الأمور الاستشفائية هي أكثر إشي بتركز عليه خلال هذا النهار برج الميزان وأخيرا موليد برج الميزان رح يرتاحوا بعد أيام كانت متعبة عليهم ببدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام اللي مضت بتعيد لهم ثقتهم بنفسهم وبنجحوا في الدفع بمصالحهم على حسب تخصصهم أو على حسب عملهم شعبيتهم بتكون بتصاعد بتزيد حماستك بتنهمك بإدخال التعديلات أو التغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب كل المعطيات لحالها هيك لصالحك يوم مناسب استفيد منه اكسب منه وما تتركوا يروح هيك على الفاضي برج العقرب العقرب يعني القمر الآن في بيت متاعبك يعني الفترة هاي لا صحيا ممتازة ولا نفسيا ممتازة يعني بنتابكوا شعور بالتعب والملل بتكونوا تديروا بالك وترتاحوا وما تجهدوا نفسك حاولوا فقط انجاز الشيء المطلوب منك او العمل المطلوب منك فقط لا غير ما توقع على اي عقد ولا تبدأ في اي عمل جديد هاي فترة فارغة من الحضوط تماما بدك تحلل الامور بهدوء وبدك تبتعد عن الضوضاء وما تقرر على شيء يابل ما يصير بين ايديك عشان ما يخيب املك بهذا القرار وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونكم وتعاونهم تعاونكم وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر الى ملاقات الاخرين يعني حاول انك تجتمع في الاصدقاء والدعوات اللي ممكن تتوجه لك خلال هذا النهار او الزيارات اللي انت حاب تعملها خلال هذا النهار وخلي المبادرة تيجي من عندك باطمئن بالك لانه ممكن تجد حليف بدعمك وبدعم تصوراتك وتطلعاتك ما تستسلم من اي شيء بل كرر المحاولة في اي شيء انت مقدم عليه حتى يتحقق برج الجدي يوم ممتاز جدا للي ببحث عن عمل او برغب في ادخال تغيير على طبيعة عمله بانتبهوا لكم المسؤولين وممكن يقدروا جهودكو بالفترة هاي بتتسلط عليكم الاضواء ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة اهم ايش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك اعمل واجبك وبس بس اعمل على احسن وجه ودائما في خلال الفترات اللي زي هيك استغلها وقدم افضل اللي عندك عشان التقدير رح يجيك على هذا الشيء صحيح انه الفترة هاي فيها قلق وتوتر ولكن انجازتها احلى برج الدلو تنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وممكن تلقي اخبار من الخارج ممكن يكون عندكو امتحانات في هذا النهار خصوصا الجامعيين بيبدعوا فيها ممكن تفكر باستيراد او تصدير اذا بتشتغل في مجال التجارة او تجد شريك بيدعمك في هذا المجال يوم مناسب لاجراء مقابلات او اجتياز امتحانات وممكن تبدأ في عمل او دراس جديد لعمل جديد بتناقش بقوة وذكاء وبتتجر على رفض اي شيء ما بناسبك ما تخشى شيء لازم ثقتك اليوم تكون في نفسك عالي جدا هاي فترة مناسبة للخوض بتجربة جديدة ومناسبة جدا للسفر برج الحوت بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدره يا شراكة يا تعويد اهم اشي انه في خلال هذا النهار انكم ما تهملوا صحتكم صحيح انه الاجواء اكثر ايجابية ومتجاوبة معك لكن بدك تهتم لامورك الصحية ممكن اذا انت بتشتغل في مجال الاعمال او التسويق بتلاقي انه اليوم في صدى طيب لنتاج تعبك او نتاج اعمالك اهم اشي انك ما تتكاسل وسارع للعمل ما تتأخر واهم اشي انك ما تحط لا اعذر للاشي اللي بتعمله وما تميط اللي هي المماطلة في تقديم المطلوب منك كون جاهز هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم اسأل الله انه ما يصير فيه الا الخير الكو الكو جميعا وفي النهاية الله اعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة